السلام عليكم ورحمة الله ما يميز الشعب الياباني بطول العمر مع أنهم يتناولوا النشويات والأرز والبطاطا ومع ذلك يمتلكون متوسط العمر الأعلى فمتوسط الأعمار لليابانيين تقريبا 84 سنة فبالنسبة مثلا لدولة الجزائر فالعمر المتوسط 77 سنة ودولة المغرب 76 سنة والسعودية 75 سنة أما بالنسبة للمصر فمتوسط الأعمار 72 سنة ومتوسط الأعمار للعراقيين 70 سنة فبهذا الفيديو رح نذكر الأسباب التي تجعل من الشعب الياباني من الشعوب الأكثر إطالة بالعمر أيضا بهذا الفيديو رح نذكر خمس عادات يفعلها اليابانيون بشكل يومي تساعدهم على طول العمر فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل فمن أهم الأسرار وأسلوب الحياة اللي يميز الشعب الياباني ويجعلهم قادرين على أنهم يعيشون أعمار أطول أكيد طبعا بعد ما شئت الله سبحانه وتعالى أنهم يتحركون أكثر وأنهم نشيطين أكثر والشيء ثاني أنهم يمتلكون علاقة عائلية جدا قوية والشيء الثالث أيضا واللي رح نشرح بهذا الفيديو أنه غذاءهم صحي فالشعب الياباني حريص أكثر على تجنب الأكلات الغير صحية مثل أكلات المطاعم الزيوت النباتية التي تمت معالجتها والمعجنات والسكريات هذه أكلات يجنبها بشكل كبير الشخص الياباني وحريص أكثر على أن يتناول الأكلات الصحية مثل الأسماك الخضار الأكلات المخمرة مثل مخمر الصوية أيضا يتناول الأرز ويعتبروا مصدر من مصادر النشويات ويتناول العشاب البحرية ويتناول شاي الماتشا بشكل يومي وعشان نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج إلى الصبورة فمن العادات الصحية لليابانيين اللي تساعدهم بطول العمر رقم واحد أنهم يتناولوا وجبات وحصص صغيرة حتى وإن كانوا يتناولوا الأرز والنشويات مع ذلك يتناولوا حصص قليلة بالوجبة وعلى الأغلب يتناولوا ثمانين بالمئة من مجموعة السعرات الحرارية اللي يحتاجونها في اليوم فهم على الأغلب في حالة عجز للسعرات الحرارية أقل من احتياجهم فإذا مثلا كان احتياج الشخص ألفين سعر حرارية فالشخص الياباني يتناول بما يعادل الألف وستمائة سعر حرارية وهذا العجز بالسعرات الحرارية وتناول كمية أقل من الوجبات سيكون مفيد جدا لطول العمر فهو على الأغلب يكون حريص أكثر على أن تناول كمية أقل من الوجبات وحريص أكثر على عدم الشعور بالشبع أثناء تناول الوجبة فحاول قدر الإمكان حتى إذا كنت تناول الأرز أو البطاطا أن تكون كمية النشويات منخفضة وتتماشى مع نشاطك اليومي سواء كنت تمارس المشي أو تمارس تمرين رياضية بانتظام فحاول قدر الإمكان مثلا أن تكون الأرز أنك ما تزيد عن 100 قرام في الوجبة طبعا هذه الكمية تكون وزن بالميزان وتحسب كمية الأرز بعد الطبخ فتحتوي على ما يقارب 30 قرام من النشويات كقيمة غذائية وهذه 30 قرام من النشويات مناسبة جدا في الوجبة نقطة ثانية اللي يميز الشعب الياباني أنه يتناول منتجات الصوية بكثرة اتكلمنا أكيد بفدوهات سابقة عن أضرار منتجات الصوية برفع التهابات الجسم ولكن إحنا ما نتكلم عن الزيوت اللي هي الزيت الصوية المهدرج أو التي تمت معالجتها وراثيا الشعب الياباني على الأغلب يتناول منتجات الصوية وبكثرة وبشكل يومي ولكن يتناول منتجات الصوية مثل الميسو والناتو وهذه تعتبر صوية تم تخميرها ففرق كبير جدا أنك تتناول منتجات الصوية التي تمت معالجتها وتمت هدرجتها أو أنك تتناول منتجات الصوية التي تم تخميرها بخمائر طبيعية فهم على الأغلب يتناولون الصوية المخمرة بكثرة وبشكل يومي وتخمير الصوية يكون في المنزل بشكل طبيعي من غير أي تدخل ومن غير أي معالجة فالأطعمة المخمرة بشكل عام مثل مخمرة الصوية مثل الميسو والناتو راح تساعد بشكل كبير على الصحة والعمر المديد لأنها راح تعزز بشكل كبير من بكتيريا الأمعة وهذا ما يميز الشعب الياباني بأن لديهم توازن جدا كبير وجدا صحي ببكتيريا الأمعة راح نذكرها بالنقاط التالية فمخمرة الصوية راح يفيد بشكل كبير على تعزز توازن بكتيريا الأمعة أيضا مخمرات الأطعمة مثل مخمرة الملفوف ومخمرة الصوية مصدر عالي جدا بفيتامين كي تو فيتامين كي تو من الفيتامينات اللي نادر جدا أن نحصلها عن طريق الغذاء فمتواجدة بكثرة في الدهون الحيوانية مثل السمنة والزبدة الحيوانية والشحوم اللحوم ولكن موجودة بنسختها النباتية في مخمرة الصوية ومخمرة الملفوف ففيتامين كي تو من الفيتامينات المهمة جدا اللي تساعد بشكل كبير على تقليل عوامل تقدم السن ومنع الشيخوغة لأنه راح تساعد بشكل كبير على الحفاظ على صحة العظام كلنا عارفين أنه مع تقدم العمر راح يكون هناك تدور بشكل كبير بصحة العظام هذا السبب فيتامين كي تو مهم جدا في المراحل المتقدمة بالعمر للحفاظ على صحة العظام فرح تعزز بشكل كبير من الكتلة العظمية أيضا راح تساعد بشكل كبير على أن الجسم يكون قادر على إدخال الكالسيوم والمغذيات المهمة جدا اللي تحافظ على صحة العظام أيضا فيتامين كي تو له دور جدا كبير بالحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بكذا راح نقلل العرضة بشكل كبير من الإصابة بأمراض القلب فرح يساعد بشكل كبير فيتامين كي تو بوضع الكالسيوم في مكانه الصحيح وهو العظام فبدل ما أنه الكالسيوم يترسف في جدار الأوعية الدموية ورح تقلل من ليونتها فرح تزيد من ضغط الدم ومشاكل الدم راح ينقل هذا الكالسيوم المترسف إلى مكانها الصحيح وهو العظام فبكذا احنا حافظنا على صحة العظام وأيضا حافظنا على ليونة الأوعية الدموية وهذا الشرط جدا مهم يجب تحقيقه للأشخاص المتقدمين بالسن أنه نحافظ بشكل كبير على صحة وكثافة العظام أيضا نحافظ بشكل كبير على ليونة الأوعية الدموية وهذا ما يحققه فيتامين كي تو العدد الثالثة لما يميز الشعب الياباني بطول العمر أيضا أنهم يتناولوا بكثرة الأعشاب البحرية الأعشاب والطحالب البحرية لها دور جدا كبير على تعزيز الصحة وطول العمر لأنها تحتوي على أنواع مضادات الأكسدا تسمى الفوكوزانثين ولها دور جدا كبير بخض مستويات سكر الدم وخض مستويات الإنسولين فاليابانين حتى وإن كانوا يتناولوا الأرز والبطاطا الحلوة باستمرار وبشكل اليومي مع ذلك يتناولوا الأعشاب البحرية اللي تعادل تناول النشويات فمع حرصهم لتناول الأعشاب البحرية باستمرار رح يقلل الضرر الناجب من تناول النشويات فهذه إحدى الأسرار الغذائية لتساعد الشعب الياباني على أنهم يعيشوا فترات أطول وبصحة نقطة الرابعة وهي نقطة جدا مهمة الشعب الياباني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة رح يعزز بشكل كبير من توازن بكتيريا الأمعاء داخل الجهاز الهضمي توازن بكتيريا الأمعاء لها ارتباط جدا كبير بالصحة فإذا كان هنا خلل بتوازن بكتيريا داخل الجهاز الهضمي هذا الشيء رح يزيد العرضة للإصابة بالأمراض المزمنة بالذات الأمراض التي تكون في المراحل المتقدمة من العمر إذا كان هنا خلل في توازن بكتيريا الأمعاء فرح يزيد العرضة للإصابة بالزهايمر والخرف أيضا بالزيادة العرضة لإعتلال الدهون داخل الجسم والإصابة بالسكر من النوع الثاني ومضاعفاتها الخطيرة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضا زيادة العرضة للإصابة بالسرطان فعشان تكون في وقاية من هذه الأمراض والمشاكل الصحية اللي عليك تسوي أنك تحافظ على تعزيز توازن البكتيريا النافعة داخل الجازة الهضمي مثل ما يفعله الشعب الياباني فالشعب الياباني حريص أكثر على أنه يمتنع من تناول السكريات والنشويات المعالجة والمعجنات وحريص أكثر على تناول الخضار الخضار من المواد الأساسية التي تغذي البكتيريا النافعة المتواجدة داخل الجسم والحفاظ على صحتها أيضا حريصين على تناول الأطعمة المخمرة مثل ما ذكرنا اللي هو الميسو والناتو وهو عبارة عن مخمر الصوية مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكرنا فوائدها العظيمة وأيضا حريصين أكثر على تناول النشويات ولكن نشويات صحية مثل البطاطا الحلوة فهي عالة بالألياف والألياف المتواجدة في البطاطا هي عبارة عن غذاء البكتيريا المتواجدة داخل الجهاز الهضمي فمع تناول هذه الأغذية باستمراره بشكل يومي رح ينسعي بشكل كبير من الحد والوقاية من الإصابة باعتلالات الجسم نقطة الخامسة والأخيرة وما يميز الشعب الياباني بطول العمر إنهم يتناول بكثرة الأكلات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ضادة الأكسدة الموجودة بالغذاء رح تقلل بشكل كبير من الضرر الخلوي الناتج من التعامل مع الغذاء ومع التوتر المزمن فمع تناولهم للأغذية عالية بمضادات الأكسدة بكذا رح يقل بشكل كبير من الضرر الخلوي النتيجة هي عبارة عن خلايا صحية متجددة ميتوكنديريا صحية نشاط عالي والتهابات أقل وإذا قللنا من التهابات الجسم بكذا رح ينقل العرضة من الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية فهم يتناولون كل صباح شاي الماتشة بشكل يومي وشاي الماتشة من الأغذية عالية بمضادات الأكسدة أيضا يتناولون ويحرصون على تناول الخضار بكثرة وفي كل وجبة فهذه العادات اللي ذكرنا بهذا الفيديو هي عبارة عن عادات غذائية فحاولت تركيز أكثر على العادات الأخرى فالشعب الياباني يتحركون بكثرة سعداء أكثر أيضا علاقتهم العائلية قوية فلا لا ننسويه عشان يعزز من طول العمر إلا أن ننسويه أنه نمتنع تماما عن السكريات والحلويات والنشويات المعالجة قدر الإمكان والزيوت الطبخ والزيوت التي تمت معالجتها والوجبات السريعة أيضا نحاول قدر الإمكان عند تناول الوجبات أن تكون كمية وحصص صغيرة جدا بالذات إذا كانت الوجبة تحتوي على النشويات فإحرص أن تكون كمية النشويات ما تزيد عن 30 جرام في الوجبة وأكيد طبعا هذه الكمية كقيمة غذائية والكمية تختلف على حسب النشاط فكلما زاد النشاط اليومي وكنت مارس التمير الياضية فقد تحتاج لكمية أعلى أيضا من النقاط المهمة التي تساعد بشكل كبير على تعزيز العمر وطول العمر بما شئت اللي هو تعزيز توازن البكتيري النافعة داخل الجهاز الهضمي بكذا رح تكون في وقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة بالذات الأمراض المتعلقة بمراحل المتقدمة من العمر فحاول الإكثار من تناول الخضار الإكثار من تناول الأطعمة المخمرة مثل مخمر الملفوف أيضا حاول أنك تستهلك كمية أكبر من الأطعمة العالية بمضادة الأكسدا فيتامين سي فيتامين إي وشاي الأخضر أو شاي الماتشة ومن المهم جدا أنك حاول أنك تزيد من النشاط وأنك تتحرك أكثر ويفضل أنك تمارس التمارين الرياضية بانتظام وآخر نقطة أنك حاول أنك تصنع السعادة من الداخل فبكذا رح يساعد بشكل كبير على تقليل التوتر والحفاظ على الصحة قدر الإمكان وبطول العمر بكذا ننتهي من هذا الفيديو فإذا أعجبك الموضوع أتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني وإشرفني الاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون وإسترجاع الصحة ويأتك مكافيا